عدد اللي بيستعمله مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم في كل العالم اللي احنا عشينه 3 مليار شخص احفظ معايا المعلومات مرتبة جدا 3 مليار شخص طيب يعني بنسبة ايه من العالم يعني النسبة بالقول قرابة 40% من سكان العالم 40% من سكان العالم بيستعمله مواقع التواصل الاجتماعي 40% من سكان العالم بيستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي. خلي بقى لك معي. وعندنا نص مليون تغريدة وصورة بتنشر كل دقيقة. كل دقيقة. بقول كل دقيقة. نص مليون تغريدة وصورة. طيب. خلي بقى لكم معي جدا. في دراسات بقى قامت يعني واستبيانات ودراسات ميدانية ودرسات أكاديمية على مواقع التواصل الاجتماعي. نشوف إيجابياتها إيه؟ سلبياتها إيه؟ إلى آخر هذه الأموم. بعض هذه التجارب وبعض هذه الدراسات والتقارير. كانت من خلال أصحاب هذه المواقع وشركات. وبعضها طبعا من خلال الأكاديميين. اللي هم الباحثين الطلبة طلبة الماجستير والدكتوراه في الجامعات. وبعضها طبعا كان من أناس باحثين. أناس باحثين. ما هم مش حتى أكاديميين. خلي بالك معي جدا في هذا الأمر. من خلال الدراسات ومن خلال التقارير الذاتية. واستطلاعات الرأي يا جماعة. كانت هناك طبعا عيوب ومثالب. بس للأمان العلمي. لأنها مطلوبة جدا. أنا قلت لكم لا أبد الأمان. لكن للأمان العلمية الدراسات دي والتقارير والاستطلاعات دي يعني كانت بتنتوي على بعض العيوب الإجرائية. على بعض العيوب الإجرائية. كما أن بعضها كان يركز على الفيسبوك على وجه الخصوص. على الفيس بوجه الخصوص. خلي بالك معي. لكن الاتفاق في الدراسات والتقارير واستطلاعات رأيكت على أمورها. ذكرها لكم الحين. أن الناس اللي بتعود يعني وقتي كثير قوي على مواقع التواصل الاجتماعي بيصابوا بأمور. أول أمر يا جماعة الحزن. بتجد واحد من دول حزين. واحد يقول لي. أقول لي. طيب انظر لولادك. انظر لكيت. وشو بال الحزن اللي عنده. الحزن ده بيظهر في إيه. أنه تجد قاعد كذا إلى آخر ذي الأمور. ما هو السعيد. يبقاعد على المواقع التواصل بالساعات. ساعات. ممكن ينسى الأكل وينسى الشرب. أمي أبني كل. أمي أبني شرب. أمي أبني زاكر. أمي أبني خرق. أمي أبني كذا. قاعد. طب بعد ما يبقى خلاص تقاعد. ما هو السعيد ولا شيء. أمور تقاعد لي. مسلوب الإرادة. ليه. لأغرض الأمور. ويصب بالحزن في الآخر. وهبين لكم الإصابة بالحزن والكلام اللي هبينها دي. بتيجي بسبب إيه. هبينها لكم. مش مجرد كلام نظري أو إن شائي بقوله. اتنين بيصب بالتوتر. الإنسان اللي بقعد ساعات كترة قوي على مواقع التواصل. تلاقيه دايما متوتر. أمي أبني عملكز. ولكن أسوبي. وقلت لك. متوتر. قال. إيه. ده. إيه. ده. أمي أبني زاكر. أه. وتلاقيه متوتر. حتى ما هي يقول له الطلب. تلاقيه كده يشنك. متوتر. الله. وأبين لكم برضو الأسباب في ذلك. وأقول لكم. متخلوش مني كلام نظري. بصوا لأولادكم. وبصوا لنفسكم. اللي بتستعملوا مواقع التواصل المدة طويلة. أنا عايز كل واحد بسمعنا الحين يركز في اللي بقوله. وشوف نفسه في مراية نفسه. وكل واحدة تشوف نفسه في مراية نفسه. وكل شاب ومراهق. برضو يسمع معي جدا. ويركز معي جدا. لأن اللي بقوله ده متوفر في كل البيوت. في كل البيوت الحين. إلا ما راح مربي. يبقى أول حاجة الحزن. تاني حاجة. ايه. التوتر. تالت شيء يا جماعة. تراجع في الحالة المزاجية. تراجع في الحالة المزاجية. يعني دايما تلاقي مزاجه. كان النهار ده شوية بقى بكرة قال لي شوية. بعد قال لي شوية. بعد. وتلاقي مزاجه دايما. ما بقاش كويس. وبيتراجع دايما. بيتراجع المزاج. رغم أن معلومة إن إنسان ما بيرح لشيء طرفيهي. وبيحبه. بيبقى سعيد. وما بيرجع كده. بقى واخد طاقة. ده لا. ده لا. بيبقى الحزن. وبعدين توتر. وبعدين. تراجع في الحالة المزاجية. خلي نقطة رابعة. شعور بالقلق والاضطراب. شعور بالألأ والاضطراب. وأنا بيليك برضو. السبب في الشعور بالألأ والاضطراب. بس ركزوا معايا. واسمعوا الحلقة للآخر. شعور بالألأ. يبقى دايما الآن. حتى لما بيخلص. محترامي. ويقولك أنا أسترع شوية من مواقع التواصل دي. تلاقي الآن. تبقى الآن إيه هو؟ مش فاهم. ليه؟ لأن تخزن عنده في البطن أشياء كثيرة جدا. من الأمور السلبية التي تطلع عليها. سواء بالصورة. سواء بالسماع. سواء بالمشاهدة. سواء بكذا. إلى آخر هذه الأمور. ومن ناس ما يحترم بتستظرفه. ومن ناس سيئة. ومن ناس قبيحة. ومن ناس كيت. لأنه بتمر عليه أشكال وأنمط. أعجب من العجب. وأخبرها كذلك. وأنا قلتلكم. مواقع التواصل الاجتماعي. على أساس ما لها ضوابط. كما ينبغي. قلتلكم. غالبها. ما بقولش كلتها. لا. فيها فيها نعمة. غالبها. زي ما بولكم. زي المكان للناس بتقضي فيها الحاجة. في ناس بذيئة كده. تخش تقضي حاجتها. وتترك البلاء بتاعها. والأذى بتاعها يصيب الآخرين. يخش يكتبلك فضيحة فلان فلاني. فلان عمل كيت كيت كيت. فلان عملت كيت. وكذب وتلفيق. وتلفيق راس مع الصورة. وكيت. كل ما تسمع عنه من إجرام. والأصل الكذب حتى يتباين لك الصدق. وإذلك أنا كنت باستمع لباحثة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي. وكيت مسؤولة عن دراسات. وكيت مسؤولة عن تقارير واستطلاعات. جات كده بتقول. بتقول. الأصل في ما يكون في هذه المواقع الكذب. دائما كذبوها لغاية ما يتباين لكم الصدق. لأن الأغلب. أغلب ما فيها هو الكذب. وكثير ما فيها هو الكذب. خلي بلكم عاية جدا. أنا حتى ما بجأ أقول. ما بنسيبش لنفسي. برجع إلى أهل التخصص. خلي بألك معايا. بعد الشعور بالقلق والاضطراب. بيبقى الشعور بالاكتئاب. الشعور بالاكتئاب. تلاقي الإنسان كده مكتئب. أمي يا ابني. أنا عايزك تحضر المناسبة لفلانية. مش رايح. أمي يا ابني. روح الواسي فلان. مش طايق. أمي يا ابني. صر رحمك وزور فلان. لا 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 لا. طب أمي يا ابني. أخرج معاه شواء. بيبقى واحد يقول لي. طب بيبقى بسبب إيه؟ يعني بدايات الاكتئاب اللي أصابته دي. لأن فيه يا جماعة بيخز زي ما قلتلكم في العقل البطن. وعادي شاهد. فيه تخويف وتنمر موجود في مواقع التواصل. فيه تخويف وتنمر. ده كثير جدا في مواقع التواصل. دي بتبقى هي الأمور اللي تؤدي إلى بدايات الاكتئاب. خلي بالك معايا جدا. تكوين صورة مشوهة عن الآخرين. تكوين صورة مشوهة عن الآخرين. إزاي؟ يعني اللي بيقعد على مواقع التواصل كتير أو يقعد يرى بقى فضاح الفنان فلان. فضاح الفلان فلان. فضاح المشهور فلان. فضاح كت كت كت. بتبقى عامل صورة مشوهة. عن النس كلها كذابة. النس كلها نصابة. النس كلها لصوص. النس كلها كت إلى آخر هذه الأمور. بعد كده الشعور بأن الوقت مهضر. يعني طب خلطت يقعد لنفسه. طب أنا استفدت إيه؟ الساعات اللي أنا عادة وكل يوم مقاعد. ما بخرجش بأي إفادة على الإطلاق. ده حاجات تفاوة. حاجات سذجة. وحاجات يعني غاية الحمق. إلا مرحمة ربي طبعا إلى آخر هذه الأمور. فبيشعر أن وقته مهضر. بعد كده يجي بقى بالنسبة للنوم. النوم يبقى مضطرب. النوم المضطرب. وأنا عايزكم تنظروا إلى الناس اللي بتقعد الساعات الكثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. بصوا للنوم بتاعه. نوم مضطرب. ما هوش نوم ثابت أو نوم مستقرة. النوم اللي فيه استقرار أتجد كده لو بينامي السبع ساعات. بينامي السبع ساعات. الثمان ساعات. الثمان ساعات. وتجدوا بيقوم الحملة أربلا مينة وفايق وناضج ومركز إلى آخر هذه الأمور. إنما يقوم وتلاقي كبوس. ينام وتلاقي مضطرب. ينام وتلاقي قايم. أنا أصلا عنها كنت شفت منظر كده إلى آخر هذه الأمور. وأحيانا اترابه مش فهم سببه إيه. طيب بعد كده بيعاني من إدمان. إدمان مواقع التواصل. ببقى فائد من نعم في إدمان. حتى أن الأطباء الآن إن قاء الآن صنفوا نوع من أنواع الإدمان. اللي هو إدمان مواقع التواصل الاجتماعي. بقى إدمان وله علاج. بقى إدمان وله علاج. ممكن تلاقي العيل اللي معمش أي عمل على اطلاق وأهله وكذا العيلة. قاعد ممكن محترامي. نايم على مواقع التواصل. يدوب يدخل موطن قضايا الحاجة عشان يخضي حاجته في الحمام. بقى وغيرك ويأكل على السرع جدا جدا خايف. بل بيأكل وقاعد في مواقع التواصل كده. أنا أحيانا كده إما بص على أبقاعد أحيانا في المثلا يعني في ال وأنظر كده على النادي والناس داخلة. أحيانا أحيانا أتعمل أنظر كده. ألاقي الواحد من دول داخل في إيه ابنه مثلا. ابنه ابن. صاحب ابنه أو أطفاله معاه. وهو داخل الأمن مثلا بتاعنا هيوقفه. هو مش فاضي قاعد فاتح ده. لو القرآن مش هيبقى كده. مش هيبقى كده على الإطلاق. ده لو حاجة هيسأل فاق داخل اختباره. متحان ما يرقاش كده. كده هو العيل ابنه ده وقع هنا. أبقى بشوف مناظر كده. العيل وقع. ولا هو أخد باله من ابنه على الإطلاق. والتاني أم لاطش أخوه بكده. وهو داخل كده. إلا الرجل بوقفه بقوله فاني كرنيه. مش واخد باله. زي التاي. يقعد يطلع له برضه وبصص. إيه اللي بيحصل ده جدعان. إيه اللي بيحصل ده. ده إدمان. إدمان. ولا حوله ولا قوة إلا بالله العليل العظيم. بعد كده. الشعور بأنهم لا يتمتعون بأي جاذبية. البنات والأولاد اللي بيعودوا على كتير قوي على مواقع التواصل. بشعوروا أنهم مش حلوين. مش جذبين. ليه بقى؟ لأنه بيبص بقى اللي بيجوا في الإعلانات بقى. بتوع الإعلانات بيجيبوا البنات الذوات الوزن المثالي. البنت ستين كيلو. أقصى حاجة خمسة وستين كيلو. والجسم رشيق الجايبين. كذا وكذا وكذا. عشان يجعلوها في إعلان عن سلعة الماء.